حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة تحداني أحد الملحدين قريبا في أحد التعليقات على اليوتيوب وقالنا تحداكم أن تأتون باختراع علمي أو اكتشاف علمي يفيد البشرية الحقيقة الملحدون أيها الأحبة للأسف ينظرون إلى الأمور نظرة مادية بحتة وهذه النظرة مدمرة يريد هذا الملحد أن نخترع مثلا قمرا صناعيا أو علاجا لفيروس كورونا أو نخترع تكنولوجيا متطورة ولكن بالله عليكم سؤال كم شخص ينتحرون حول العالم كل سنة سبعمائة ألف كل هذه التكنولوجيا لم تمنع هؤلاء من الانتحار لماذا؟ إذن هذه التكنولوجيا هي خدمة للبشرية ولا تنقذ البشرية انتبهوا أحبتي في الله الإنسان استطاع أن يصعد إلى المريخ ولكن لم يتمكن من إدخال الأمل إلى قلب إنسان مصاب بالسرطان لا يستطيعون مهما لو بذلوا أموال الدنيا لا يستطيعون استطاع علماء الغرب أن يخترعوا تكنولوجيا متطورة في مجال الإنترنت والطيران ووسائل الاتصالات والكمبيوتر والفضاء وغير ذلك ولكنهم فشلوا في إيقاف الأمراض الجنسية القاتلة لديهم في الغرب في أمريكا هناك 110 مليون ثلث الشعب مصابون بأمراض منقولة جنسيا أيها الأحبة ماذا تفعل التكنولوجيا أمام هؤلاء الذين يموتون هناك خمسة مليون شخص فقط في أمريكا في أفريقيا تحت سن يعني أطفال يعني في سن الطفولة يموتون جوعا كل عام ماذا قدمت هذه التكنولوجيا لهم لا شيء الذين يموتون جوعا كل عام أيها الأحبة وأنا أقصد جوعا بكل معنى الكلمة وحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة أكبر بأضعاف مضاعفة ممن يموتون من كورونا أكبر بكثير فإذا أنت إذا اخترعت علاج لكورونا طب هؤلاء الذين يموتون بالملايين والذين ينتحرون بحدود 700 ألف والذين يعانون من اضطرابات جنسية أنا ذكرت ذات مرة على موقع CNN هناك 27 مليون أمريكي يتلقون علاجا من الاكتئاب 27 مليون أيها الأحبة إذن هذه التكنولوجيا ماذا قدمت قدمت راحة للإنسان ولكن راحة ظاهرية هذه الراحة يعني ظاهريا أيها الأحبة ليست حقيقية الراحة الحقيقية سأقول لكم كيف أحبتي في الله أعظم اكتشاف أنا بنظري أعظم اكتشاف هو أن يعيش الإنسان في سعادة كاملة مطمئنا في الدنيا ولحظة الموت وما بعد الموت هذا الاكتشاف الذي نبحث عنه كيف نرتاح بعد الموت وليس الآن الآن كل الناس يعيشون والمادة هي التي تتحكم للأسف ولكن أحبتي في الله هناك أمراض نفسية لأنهم لم يعترفوا بوجود الخالق ولم يعترفوا بوجود الروح ولم يعترفوا بوجود النفس عامل الإنسان كإنسان كبهيمة أو كحيوان تطور من قرد وسلسلة التطور تجري وأن هذا الكون خلق عبثا إذن أيها الأحبة سنقول لكم ما هي الاكتشافات التي نقدمها أولا نحن عندما نوضح للناس أن الزنا له أضرار كثيرة جدا 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 أقلها الأمراض المنقولة جنسيا والتي يعاني منها الملايين حول العالم هناك شيء أخطر وهو الإجهاد ملايين الأجنة يقتلون كل عام حول العالم أيها الأحبة هناك آلام يتعرض لها هؤلاء الزنات الذين يرتكبون الفاحشة وأسرهم تعاني أولادهم يعانون لذنب لهم هناك ألم نفسي لأنكم تركتم هذه الفاحشة تنتشر نحن نوضح للناس أن هذه الفاحشة مدمرة وأن هذا الكلام موجود لدينا في القرآن قبل 1400 سنة عندما قال تبارك وتعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ساء سبيلا السبيل هو الطريق أسوأ طريق يسلكه الإنسان هو طريق الفواحش أيها الأحبة بل لذلك القرآن يريد أن يقدم لك ثقافة الطهارة في كل شيء الطهارة طهارة الجسد طهارة النفس طهارة البصر وطهارة السمع وطهارة القلب وطهارة الروح هذا الاكتشاف المهم أيها الأحبة يعني الآن رجل غاني جدا جدا في ألمانيا وجدوه منتحرا تحت عجلات القطار الذي ألف كتاء كتبا أسعدت الناس مات منتحرا اقرأوا عن حوادث الانتحار لا أحد يكتب عنها يعني تصوروا لدينا كل عام سبعمائة ألف وأكثر طبعا يعني بمعدل كل يوم ألفين قصة انتحار واقعية كل يوم للأسف الإعلام لا يتحدث شيئا للأسف الشديد أحبتي في الآن ماذا تريد من الحياة أو دعوني أخاطب هذا الملحد أنت ماذا تريد من الحياة تريد كمبيوتر موجود تكنولوجيا موجود طيب وبعدين الطعام والشراب والمتع كلها موجودة أنت تلهث وراء السعادة ولن تحصل عليها لأنك تظن أن السعادة هي المال والجنس والسلطة وغير ذلك وهذه ليست سعادة باعتراف علماء جامعة هارفورد في دراسة تحدثنا عنها استمرت أكثر من خمسين سنة وجدوا أن المال ليس له أي علاقة بالسعادة بل قد يكون مدمرا للسعادة المال أيها الحمد وكثرة المال تصبح مشاغل كثيرة وصراع على المال تجد حياته في بيته في أسرته في الشارع ليس من الضرورة إلا ما رحمه ربي طبعا إلا المتقين طيب نحن عندما نقول إن الخمر يطور سبعة أنواع من السرطان وهذا باعتراف المجلة الطبية البريطانية مؤخرا وباعتراف موقع بي بي سي الذي كتب حرفيا مهما كانت كمية الخمر التي تتناولها فإنها تضر وتدمر أجزاء من الجسد الجهاز العصبي والكبد وغير ذلك مهما كانت قليلة دراسة نشرت مؤخرا تنصح الرجال أو تأمر الرجال بتجنب شرب الخمر على الأقل قبل الإنجاب بستة أشهر لأن الخمر يؤثر على نوعية الحيوانات المنوية انظروا التأثير كم هو خطير لذلك نحن عندما نقول كما قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجيس من عمل الشيطان فاجتنبوه الاجتناب هنا أقوى من التحريم أيها الأحبة اجتناب يعني لا تنظر ولا تتعامل معه يعني الله تعالى حرم الأحمل الخنزير ولكن لم يحرم النظر إلى الخنزير لم يحرم مثلا تربية الخنزير للاستفادة منه في أكل النفاء لأن الخنزير مشهور أو معروف عنه يحب النفايات وجثث الحيوانات وكذا فيمكن استخدامه كمنظف للبيئة وهذه مهمته الحقيقة طيب لم يقل فاجتنبوه لحم الخنزير حرمت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولكن عندما قال عن الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي لا تنظر ولا تتعامل ولا يعني بأي شكل من الأشكال تتعامل مع شارب الخمر ولا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة شاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه إلى آخره إذن أيها الأحبة بعض الأغبياء من الجهلاء يقول إن الخمر غير محرم لأنه لم يقل حرم عليكم الخمر قال فاجتنبوه أقوى من التحريم لأن التحريم ليس بالضرورة يعني مثلا حرمت عليكم أمهاتكم حرم النكاح ولكن أنت تبر الوالدين وتتعامل معهما وتنظر إليهما وتخدمهما إلى آخره فالتحريم يكون في جانب محدد ولكن فاجتنبوه كلمة قوية جدا تشمل التحريم والابتعاد والاجتناب وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذا الخمر سبحان الله فاجتنبوه لعلكم تفلحون أحبتي في الله أنا أحب يعني في هذه اللحظات أن أوجه خطابا والله من القلب إلى قلوب من يشككون بهذا القرآن أو إلى قلوب الحائرين يعني ماذا قدم الإلحاد للبشرية؟ سؤال القرآن قدم لك الطهارة والسعادة والحياة المطمئنة وحافظ على مالك حافظ على عرضك عندما أمر الله بغض البصر وأمرك بغض البصر حفاظا على عرضك حفاظا على ابنتك على أختك على أمك لأن غيرك يتقيد بهذا القانون الإلهي فيغض بصره عنك وأنت تغض بصرك عن محارمه وهو يغض بصره عن محارمك فينشأ مجتمع صحي معافى أما أن تجد كما في الغرب نسبة المخلصين لأزواجهم تكاد تقترب من الصفر من الطرفين نساء ورجال أيها الأحبة تكاد تقترب من الصفر معظم الذين أجريت عليهم استبيانات أو استطلاع رأي اعترفوا أنهم خانوا زوجاتهم بينما النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطانا درسا أعطى درسا للبشرية كلها أن الإنسان إذا رأى مجرد نظر إلى امرأة وأثارت في نفسه شيئا أمره أن يذهب إلى زوجته وفاءا لها وحبا لها وحرصا عليها ولا ينظر إلى غيرها الملحدون انتقدوا هذا الكلام لأنهم لا يريدون الطهارة يريدون الإنسان أن يمشي وراء الشهوات يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين يتبعون الشهوات أيها الأحبة انتقدوا حديث النبي أنه أعطانا درسا عمليا عندما رأى امرأة أنا توقعت أن الملحد سيقول استغفر الله يعني حاشا للنبي أن يفعل ذلك أن النبي رأى امرأة فتبعها النبي ذهب إلى أهله إلى زينب فوجدها تقوم ببعض أعمال منزل منشغلة انظروا إلى رحمة النبي يعلم طبعا النبي لا يمكن أن ينظر أو يشتهي أو من هذا الكلام ولكن كيف يعطيك درسا عمليا الدرس العملي يجب أن يتم أمامك ذهب إلى إلى زوجته وقضى حاجته ثم عاد فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا يعني رأى أحدكم امرأة أو أبصر امرأة فليذهب إلى أهله ذكرك أن لك أهل إياك أن تجري أو تديم النظر وفاء هذا الوفاء أيها الأحبة هذا الوفاء الملحد لا يعرفه الملحد يريد أن يجري وراء شهواته ينسى أن أن هناك زوجة تعمل وتتعب طوال اليوم وهي تنتظره أن يعود إليها فيذهب إلى غيرها قمة الخيانة هذه قمة الخيانة والله أيها الأحبة اعترضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي شبه المرأة بالشيطان من قال لكم هل قال هي الشيطان قال في صورة شيطان الشيطان أيها الأحبة له آلية عمل أنه مصلط على الإنسان وألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأوزهم أزا الشيطان لديه موجات خاصة لديه وسائل خاصة يوسوس بها ويلعب بدماغ الإنسان ويلعب بالمنطقة التي يتخذ فيها القرار منطقة الناصية موجات معينة يعني نحن لا نعلمها ولكن هكذا أعتقد فيتخذ الإنسان قرارا متهورا قد يرتكب جريمة قتل بسبب وسوسة الشيطان المرأة في هذه الحالة عندما يراها الإنسان هناك عمليات معقدة تتم في الدماغ وفي منطقة الناصية تنشط عندما تنظر بشهوة إلى المرأة تنشط الغريزة الجنسية لديك وتبدأ الهرمونات هذه موجودة عند كل الكائنات على فكرة حتى الحيوانات لديهم هذه الغريزة والهدف من وجودها الحفاظ على النسل ولكن الله ميزك عن الحيوانات وكرمك وقال لك أنت لك زوجة يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة لم يقل أنت وفلانة أنت وزوجك الجنة إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لنا إن آلية الاضطرابات التي تحدث في دماغك فتتخذ قرارا متهورا بنتجة وسوسة الشيطان تأثير المرأة تأثير المرأة مشابه لها وهذا ما أثبته العلم أيها الأحبة هذا ما أثبته العلم يقينا أحبتي في الله أن المرأة وجود مرأة جذابة بجانب الرجل يجعله يتخذ قرارات متهورة سبحان الله حتى لو كان كل يوم يمارس الجنس وحتى لو كان يعني مفتوح أمامه كل شيء يتأثر سبحان الله فأراد النبي أن يجعلنا أوفياء لأزواجنا أراد أن يعلمنا معنى الوفاء طيب تعترضون على هذا الكلام والله شيء غريب يعني يعني بدلا من أن تستفيدوا من هذه الحكمة النبوية تعترضوا عليها الإسلام عندما حرم الميسر القمار القمار يلعب هنا في الدماغ ويدمر منطقة الناصية وينشط المناطق التي تنشطها المخدرات هناك علاقة بين المخدرات وبين الميسر أو القمار فحرم الله القمار تحريما تاما وفي أبحاث منشورة على مواقع جامعات عالمية موجودة على موقع من أحب أن يطلع الميسر أيها الأحبة والقمار وكذلك شرب الخمر يطوران لدى صاحبهما سلوكا عدوانيا هذا الكلام مؤكد بنسبة مليون بالمئة طيب القرآن ماذا يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الخمر والميسر يؤثران على الحالة النفسية ويطوران لدى الإنسان سلوكا عدوانيا والله تحدث عن هذا السلوك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إذن أيها الأحبة نحن عندما نقدم للناس هذه المعلومات نهدف إلى إسعادهم في الدنيا هذا أهم من التكنولوجيا يعني الذي لديه الآن خمسين مليار دولار لا يستطيع أن يأكل أكثر من كيلو لحم وإلا سيموت خمسين مليار ولا يستطيع وأفقر شخص يأكل مثله سبحان الله نفس الكمية إذن ما فائدة الأموال السعادة الحقيقية أيها الأحبة لا تجدونها إلا مع هذا القرآن لماذا؟ لأن الذي أعطاك هذا هذا الكتية بالتشغيل هذا هو الذي خلقك هو الذي صنعك هو الذي خلقك أيها الملحد وهو أعلم ما في نفسك أنا الآن سأتحدى طبعا ليس من عادتي أن أتحدى ولكن على سبيل المدعبة كل الملحدين حول العالم نتحداهم أن يأتون بآية واحدة ثبت أنها خاطئة علميا ثبت لا تقول لنظرية التطور نظرية التطور أصلا لم تثبت ولن تثبت ولا يوجد دليل علمي واحد على التطور ماذا نقصد بذلك أعطيني مخلوق تطور إلى مخلوق آخر عبر الحفريات أنا موافق أن تأتيني بحفريتين هذه الحفريات وتقول لهذا المخلوق كان هكذا وتطور هكذا والسبب هو كذا كذا فقط لا يوجد أعطيني مخلوق في المختبر تطور مثلا من كائن إلى كائن آخر وأنا أقبل حتى لو كان بكتيريا يعني بكتيريا تحولت إلى مخلوق متعدد الخلايا مثلا لا يوجد أيها الأحبة إذن ليس لديك أي دليل وبالتالي لا تستطيع أن تقول إن نظرية التطور تثبت أن القرآن خاطئ لا بالعكس لا يوجد آية واحدة في القرآن فيها خطأ آلمي طيب تحدي الثاني نتحدى أن يعطون أمرا واحدا أمر به الله سبحانه وتعالى عباده أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به الناس ويكون ضار بالنسبة للإنسان يعني الله أمر به أمرنا بالصلاة بالزكاة بالحج بالتسامح بالعفو فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم النبي أمرنا بالمشي إلى المساجد وكثرة الخطأ إلى المساجد فذلك مرباط جامعة هارفرد أصدرت عشرات الدراسات عن فوائد المشي كل ما أمر الله به فيه فائدة نحن نتحدى أن تأتونا بأمر أنا درست القرآن ستة الاف ومئتين وستة وثلاثين آية ستة الاف ومئتين وستة وثلاثون آية لا يوجد أمر واحد فيه ضرر للإنسان بالمقابل نتحدى أن تأتونا بنهي واحد نهان عنه الله وأثبت العالم أن فيه فائدة يعني مثال الله نهان عن الخمر أثبت أن له فائدة لن تستطيعون نهان عن القمار الميسر أثبت أن له فائدة أيضا لا يوجد نهان عن الزنا والفاحشة والشذوذ أثبت أن هذا له فائدة لا تستطيعون لأنه ليس له فائدة أصلا ولما النفس يحذرون من مشاهدة الأفلام الإباحية أيها الأحبة والنظر إلى المرأة العارية لأنها تؤثر على سلامة الدماغ شيء ثاني أيها الأحبة الله عز وجل نهى عن السرقة نهى عن الكذب أعطوني فائدة واحدة للكذب أو السرقة الله عز وجل نهان عن قول الزور نهان عن ظلم الناس أعطوني فائدة واحدة للظلم لن تجدوا إذن أيها الإنسان سواء كنت ملحدا أو مؤمنا اعلم أنك إذا وضعت مبدأ مبدأ أنك تأخذ كل ما يفيدك انظروا دقة الكلام هنا دقيقة أيها الأحبة سنضع مبدأا الآن أنا سأخذ كل شيء يفيدني في هذه الدنيا فيه فائدة ومنفع لي أريد أن أحله لنفسي وكل شيء يضرني ولكن بشرط أن أعلم ضرره من نفعي هناك أمور لم يكتشفها العالم نحن نقول الأمور التي كشفها العالم وأثبت ضررها أو نفعها كل ما أثبت العلم فائدته أنا أريد أن أأخذ به كل ما أثبت العلم ضرره أريد أن أتجنبه هل تعلمون ما هذا؟ هذا هو الإسلام يعني باختصار هذا هو الإسلام باختصار أعطوني فائدة واحدة للنظر إلى الأفلام الإباحية مثلا أعطوني فائدة واحدة للطمع الذي نهى الله عنه ونهى رسوله عنه أعطوني فائدة واحدة للتكبر الذي نهى الله عنه ونهى رسوله عنه لا يوجد بينما التواضع له مئات فوائد حسن الخلق والصبر له مئات فوائد التكبر ليس له أي فائدة أعطوني فائدة واحدة للنميمة التي يحذر منها علماء النفس أعطوني فائدة واحدة للسخرية لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم أعطوني فائدة واحدة أيها الأحبة للتجسس لا يوجد ولا تجسس إذن الإسلام يمكن أن نلخصه بكلمات بسيطة أحبتي في الله كل ما يضرك امتنع عنه كل ما يفيدك خذ به هذا هو الإسلام لذلك والله أيها الأحبة نقول إن القرآن قدم لنا مئات طبعا إذا أضفنا له السنة المطهرة والتشريعات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم نجد آلاف المعلومات التي تضمن لك السعادة أيها الإنسان وتحفزك على الاختراع والعلم من الذي اخترع وضع أسس الكمبيوتر الخوارزمي عالم مسلم من الذي وضع أسس المضخات الحديثة كلهم علماء مسلمون هناك معرض في لندن ألف وواحد اختراع شكلت الحضارة الحديثة كلها اختراعات إسلامية كلها بلا استثناء عالم ألماني يقول في فيلم على القناة الثانية يقول إن أكبر جريمة في التاريخ جريمة سرقة هي سرقة جهود المسلمين وكتبهم ووضع أسماء أجنبية عليها كل هذه الحضارة والله أيها الأحبة باعتراف علماء ألمانيا على فكرة المنصفين بعضهم فعلا منصف ولو كان غير مسلم ولكن لديهم إنصاف كل الاختراعات الحديثة القفل القفل هذا الذي يعمل بالشفرة أو بالأرقام قفل الحقيبة التي يعمل بالأرقام الشفرات السرية وكلمات السر التي نستخدمها الآن كلنا يستخدم كلمات السر الذي وضعها عالم مسلم أنا لن أقول لكم اقرأوا كتب غربية ماذا يقولون معظم الاكتشافات الحديثة نجدها في كتب ونقلت حرفيا ولكن مع فارق أنه نزع اسم المؤلف الأصلي وضع اسمه زورا وبهتانا إذن أيها الأحبة كيف تمكن المسلمون من هذه الكمية الهائلة من الاختراعات بفضل الإسلام لأن الإسلام غير أنه يضمن السعادة في الدنيا والآخرة والطهارة والحياة المطمئنة يعزز لديك حب التعلم لذلك أول كلمة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق والعلم ذكر أكثر من ثمانمائة مرة في القرآن لدرجة أن الله آية واحدة فقط إنما يخشى الله يعني أشد خشي الله منهم من عباده لم يقل المتقين أو الصالحين أو كذا كذا العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني وعلمك ما لم تكن تعلم العلم له قيمة عالية جدا في الإسلام ولكن لا تحكموا على سلوك المسلمين أيها الأحبة المسلمون اليوم يمرون بمرحلة من الضعف والتخلف والمؤامرات فلا تلوم هذا المسلم الضعيف ليس بيده حيلة ولكن انظر إلى من سرق هذه الاختراعات ونهب ثروات أفريقيا والوطن العربي وبعض الدول الإسلامية ويعيش الآن حضارة مزعومة مزيفة لديهم أعلى نسبة في الانتحار هذا الكلام في أمريكا وأوروبا على فكرة أيها الأحبة ومعهم الصين وبعض الدول الشرقية أعلى نسبة في الانتحار أعلى نسبة في الإجهاد قتل الأنفس قتل الأطفال الصغار الأجنة قتل الأجنة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أعلى نسبة بالأمراض الجنسية أعلى نسبة بالانتحار أعلى نسبة في جرائم الاغتصاب لا تصدقوا أن لبعض الدول العربية هي الأكثر تحرشا هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة على الإطلاق ولا توجد إحصائية واحدة تؤكد ذلك هو كلام إعلامي فقط يروج ده الملحدون وأنا سأقول لكم مثال أختم به دليل ماد ملموس على أن الأمراض الجنسية المعدية أو المنقولة جنسيا في البلدان الإسلامية قليلة جدا سأقول لكم لماذا لأن عدد العيادات والمشافي التي تعالج الأمراض الجنسية قليل جدا من هنا يجب أن تعلموا في أمريكا عشرات المليارات من الدولارات تصرف سنويا على علاج الأمراض منقولة جنسيا لدينا في الوطن العربي الحمد لله وفي العالم الإسلامي لله الحمد يوجد ولكن قليل فلا تدعو أن بعض الدول الإسلامية هي الأكثر تحرشا والأكثر اقتصابا والأكثر اعتزالا على المرأة إلى آخر كل هذا كلام فارغ يرهم ولا توجد إحصائية واحدة نتحدى أن تأتون بإحصائية موثقة طبعا يقولون لا يوجد في الوطن العربي لا يوجد شفافية ولا يوجد لا أبدا أنت تستطيع أن تعلم من عدد العيادات التي تعالج الأمراض الجنسية خذ مدينة ما مثلا وحسب كم مشفى وكم عيادة وكم متخصص ستعلم النسبة من هنا وخذ مدينة مثل مثلا فرنسا وانظر كم طبيب يعالج الأمراض الجنسية وكمية الأدوية وعدد المشافي وكذا سترى الفارق الكبير جدا لذلك أيها الأحبة والله والله أهم نعمة أهم نعمة أنعم الله بها علينا وعليكم هي نعمة الإسلام لذلك نستطيع أن نتذوق الآن يعني أنا وكأني لأول مرة أقرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أجمل أن الله خالق الكون هو الذي رضي لنا هذا الدين فنقول الحمد لله رب العالمين ونقول كما علمنا الله عز وجل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق ورحمة الله تعالى وبركاته